شفتوا السجادة اللي قدامي دي وشفتوا جمالها وجمال نسيجها وخطها وألوانها وطبعاً اتأكدتوا إنها صنعت في مصر وده الشعار اللي احنا طول الوقت متبنيينه وطول الوقت بنجري وراه وبنتابع أي حاجة صنعت في مصر وبنتابع تطورها ونجاحها وبنتابع أيضاً إننا نكون متأكدين إننا لما قدمنا هذه الصناعة طولت رقابتنا وإنتوا كمان طولتوا رقابتنا إن انتوا أقبلتوا عليها لأنه مهم جداً إن احنا دلوقتي كلنا فعلاً نكون ورا عبارة صنعة في مصر مش شفينية هي واقع الصناعة في مصر قديمة والصناعة في مصر ليها أفرع وأذرع كتير جداً والصناعة في مصر كل ما بتتطور كل ما بتخرج برا وكل ما بتأكد شعار صنعة في مصر ده إنه شعار صادق وحقيقي وورا ناس بتشتغل ولأنه إحنا كمان في الظروف الحالية اللي هي مش أحسن حاجة في الدنيا بالنسبة للعالم كله إحنا كمان محتاجين جداً دلوقتي إننا نقف ورا صناعتنا ونخلع بورنيتة الخواجة دي لأنها يعني مش وقتها الحالية مش عايزة أطعن في حاجة بس هو مش وقتها وبما إن عندنا صناعات مهمة جداً وصناعات عمالة تتقدم وتتطور وتسافر بلاد الدنيا وتثبت نفسها في مجالات مختلفة وبأنواعها المختلفة فإحنا محتاجين نقف جنبها زي ما بنقف جنب بلدنا وزي ما كمان إنت تحس إنك إنت فخور إن عندك صناعة راكن على ظهر جامد راكن على أو يعني معتمد على رجلي ليك رجلين في الأرض وليك ظهر وليك تاريخ وليك إسم يعني فإحنا النهاردة زي عادتنا بنستعرض صناعات مصرية 100% بنستعرض مساهمات هؤلاء الصناع في إنهم يساهموا في الاقتصاد يساهموا في التصدير في جلب العملة الصعبة المصري في تشغيل أعداد كبيرة من الناس عائميليين مهندسين وتأفر يعني تشغيل الناس الحركة الاقتصادية تبقى بتتحرك كتير وبما إن إحنا فتحنا الحلقة به هذه السجادة الجميلة فمتهيأ لي أولا متشكرة جدا أستاذة ياسمين خميس إنه حضرتك يعني شرفتيني بهزي المنتج الهايل ده وطبعا فهمنا كلنا إن إحنا مع النساجون الشرقيون حاجة ليها تاريخ طويل جدا وعلامة مهمة جدا في الصناعة المصرية وعلامة مهمة جدا في كيفية القضاء على المنافسة أو الوقوف في موقع المنافسة مع صناعات من هذا النوع عالمية ومعروفة يعني وليها شهرتها أنت حضرتك لقيت نفسك فجأة على رأس مؤسسة ضخمة جدا معرفش كنتي جهزا لها ولا لأ من الأول لكن من عشرين عشرين أعتقد أخدتي ريادة إنه تبقي رئيسة هذه المؤسسة مسئولية كبيرة وتاريخ شايلة على كتافك تاريخ الوالد وتاريخ المصانع نفسها وإزاي انتشرته برا يعني عايزة بسرعة عشان قبل ما استعرض المنتج احكيه للحكاية بسرعة حكاية ياسمين خميس شخصيا يعني أولا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي وعلى حصد الاستقبال النهارة ربنا خليك أنا الحقيقة طبعا تربيت في مجال السجاد وتربيت في مصانع السجاد أنا وإخواتي واتخرجت من الجامعة الأمريكية صغيرة كان عندي 19 سنة درست تسويق ثم سفرت على أمريكا قعدت هناك في نورث كارولينا درست أنواع النسيج المختلفة والمكان لأن احنا بننتج سجاد ميكانيكي وليس سيادة ثم بعد كده رحت على نيويورك جمعت برات ودرست هناك تصميم وبعد كده والدي قال لي ها هتعملي إيه تقول له لأ أنا هاجي أتعلم الصنعة في المصنع ورجعت فعلا مصر وبدأت بقى في المصنع كنت يعني بنزل ألف لف المصانع أعود مع العملة أعود مع العمال أخش البوفي أخش قدرت التصميم لحد في يوم وأنا دخل المصنع المصنع في العشر من رمضان ومازال هناك الحياة لقيت والدي الله يرحمه حاطت لي مكتب وكرسي جوه مكتبه كويس وبدأت بقى من هناك أعدت أسمع وتعلم كل حاجة اجتماعات مع موردين اجتماعات مع عمل أجانب اجتماعات عن قوائم مالية كل حاجة ودي كانت البداية الحقيقة أعدت كده هو حوالي سنتين ثم بعد كده بدأت تركز في التسويق والتصميم وبدأت أشتغل واحدة واحدة لقيت نفسي بتسحب إلى الأوبريشن أو إلى المصنع وبس هي دي البداية الحقيقة طيب لحظة ما اكتشفت أنك دلوقتي أنت دهاد حضرتك على رأس المنظومة الإحساس كان إزاي والخطة ولا كنت جاهزة لا هو الحقيقة أنا كنت جاهزة وهو والدي الله يرحمه كان بيجهزنا لليوم ده وكان بيبدأ ينسحب بقاله سنين لكن لقيت نفسي الوحدي فجأة هو كان موضوع نفسي أكتر لكن الحقيقة أنا عضوة من أسرة النسجون الشرقي ونحن 19100 موظف وأنا واحدة منهم أنا من غير رجالتي رجالة النسجون هم أهم رأس مال وهم رأس مال الحقيقة بتاع النسجون الشرقيون فأنا كنت بقيت جزء من النسجون كنت بقيت ترس من 19 ألف ترس اللي بقول لحضرتك عليهم فالموضوع جي بسهولة الموضوع نفسيا طبعا كان صعب لكن إحنا فريق عمل إيدينا في إيدينا بعض من عشرين عشرين من بعد وفاة والدي طبعا لما استلمت المسئولية رسميا حسيت إن لازم نكمل المسيرة ولازم نكمل السيرة العطرة والحقيقة هو كمان صرته كانت جميلة مش بس في مصر مع الموردين ومع العملة في كل إنحاء العالم لأن إحنا بنصدر لمية وطمنتاشر دولة يعني النسجون الشرقيون رفع عالم مصر في مية وطمنتاشر دولة ما هو شعر فخر مصر ده مش جاي من فراغ يعني فعلا والحقيقة دي كانت يعني وصية والدي اللي يرحموا إن النسجون الشرقيون بتفضل دائما فخر المصر وإحنا إن شاء الله مكملين المسيرة دي وبكل فخر أقدر أقول لحضرتك إن إحنا بنصدر 70% من إنتاجنا وعندنا 260 محل داخل مصر بنبيع وبنفرش كل فنادق العالم بنصدر 70% زي ما قلت لحضرتك و60% من صادرات مصر في الأدوات المنزلية من منتجات النسجون الشرقيون خمسين سنة خبرة في السجاد الفاخر على أعلى وأحسن جودة خمسين سنة خلقت براند قوي وقادر على المنافسة مش محلياً لا عالمياً هم مش خمسين بالزبط 45 سنة وإن السجون الشرقيون أكبر شركة مصرية عالمية كل تصميم فيه من روح وتاريخ بلدنا وثقافتنا حنلاقي في لوجه الشركة رمز توت عن خأمون الزهبي حاجة مصرية بيور سنة 79 قرر الرجل الأعمال محمد فريد خميس إنه يفتتح أول مصنع ليه لصناعة السجاد بأيدي مصرية بتصميمات مصرية خالصة وبفكر مصري عينه على العالمية عشان يبقى أكبر مصنع سجاد في العالم وقادر يصدر لمية وتمنتاشر دولة دلوقتي 26 مصنع أكتر من 19 ألف عامل هم عيلة النساجون الشرقيون أربعة ونص مليون تصميم لما تفكر في البيت بتفكر في السجاد ولما بتفكر في السجاد مستحيل تفكر في أي حد غير النساجون الشرقيون عشان السجاد يعني النساجون وما فيش حد قادر يتكلم عنها غير رئيس المجموعة ياسمين خميس عايزة حدرتك تكلميني أكتر عن التصدير القدرة على التخديم على كل منافذ التصدير دي كلها وشعار توطين الصناعة دا لأنه دا مهم قوي ناس كتيرة عايزة تفهموا بالزبط هقول لحضرتك إحنا لما النساجون الشرقيون انشئت في عام 79 كان من الأول استراتيجية الشركة مبنية على التصدير وكانت هي دي الخطة إن إحنا بنبني مصنع سجاد عشان نصدر وبالفعل أول بلد بدأنا نصدر لها كتأمريكا طبعا كل ما بنصدر لدول نامية ودول متقدمة كل ما الجودة بترتفع معنا أما بقى توطين الصناعة فمن الأول إحنا نساجون الشرقيون 26 مصنع صناعات مكملة لبعض وصناعات مغزية يعني إحنا بننتج الخيط اللي بيخش في السجاد وبننتج الماستر باتش اللي بيلون خيوط السجاد وبننتج وبنغزل الصوف اللي بنعمل منه السجاد حتى لدرجة إن البلاستيك اللي بنغلف به السجاد عشان نصدره ونشحنه برا ده برضو من إنتاجنا مصنع هايل فهم 26 مصنع بيكملوا بعض وبيسلموا بعض ولما فيه طاقة بتفيد مثلاً في الخيوط بنصدر برضو الخيوط الفائدة إلى أمريكا للمصانع المنافسة لنا من تصنيع مصر كله يعني من مجمل الصادرات اللي حضرتك بتعمليها بتصري في منها كام من العملة الصعبة علشان الخامات ولا كله من جوه لا هقول لحضرتك يعني تكلفة خامة المنتج متوسطها من سعر السجادة حوالي 50-55% تمام معظم المراحل دي كلها إنتاج مصر حتى حبيبات البوليبروبلين بقينا بنشتريها من مصر من مصنع الإيجيبشن بيترو كاميكلز ان بوليبروبلين كامبني اللي فيه السويس بور سعيد طيب يبقى إذن إحنا دلوقتي قدامنا منافسين كانوا موجودين في السوق عتا أقوياء جداً وإحنا مع التصدير اللي حضرتك بتعمليه بتحسني في الجودة بشكل يعني مستمر طبعاً لإيه بقى لإيه المنافسة الحقيقية وفين؟ هقول لحضرتك حاجة هي المنافسة طول عمرها موجودة والصناعة دي أصلاً بدأت في بلجيكا ثم في أمريكا وعشان كده إحنا لنا مصنع في ولاية جورجيا في أمريكا مش عشان ننتج هناك لأن طبعاً تكلفة الإنتاج في أمريكا غالية جداً لكن إحنا لنا مصنع هناك عشان نبقى في قلب الحدث عشان نبقى عارفين وشايفين السوق الأمريكاني محتاج إيه عشان نعرف نخدم عليه من ناحية الزوء والجودة والمنطق فإحنا مركزين في دايماً إحنا نطور الصنف ويبقى عندنا دايماً جديد بحيث أن المنافس على ما يوصل نكون إحنا سبقنا وروحنا حتة تانية خالص أوكي فأهم الدول الدول المنافسة إيه تركيا؟ أهم دول المنافسة دلوقتي بقت تركيا لأن للأسف الصناعة دي هربت من بلجيكا وأوروبا إلى تركيا عشان تكلفة التصنيف ومال ليه؟ كنا دايماً بنسمع السجاد الإيراني السجاد الإيراني السجاد الإيراني ده السجاد الجميل بتاع زمان اللي كانت بيطورس حرير سجاد الحرير والصوف اللي هو اليدوي اللي كانت السجادة ممكن تقعد سنة وسنتين وتلاتة عشان تخلص لكن في دنيا السجاد الميكانيكي طبعاً تكلفة أقل بكتير والإنتاج أسرع بكتير فدي المنتجات اللي بنعرف نوزحها في محلات وفي أنحاء الدول كلها يعني عشان حضرتك برضو تتخيالي معايا إحنا السنة اللي فاتت أنتجنا 114 مليون متر مربع من السجاد ما شاء الله يعني 28 ألف ملعب كورة لا لا وده في سنة واحدة فمختلف تماماً عن السجاد الإيراني من ناحية الطاقة ومن ناحية السعر طبعاً لكن هدفنا دايماً إحنا إزاي ووصلنا الحقيقة إزاي نقرب السجادة الميكانيكية إنها تبقى بحلاوة وبجمال السجاد الإيراني لكن بجزء بس من التكلفة طيب دلوقتي هل الجودة برضو ده سؤال شعبي الجودة بتاعت التصدير هل هي نفس الجودة بتاعة ما يوباع في الداخل؟ طبعاً وأنا عن نفسي وبنفسي دائماً بطلب ده ودائماً بلف المصانع يعني أنا كل يوم في المصنع وكل يوم بنزل وبلف جودة سجادنا داخل مصر زي جودة سجادنا في أمريكا وفي اليبان في أستراليا وفي ألمانيا وفي إنجلترا دول الدول الرئيسية اللي احنا بنصدر لها طيب عايزة أسأل برضو الديزاينز يعني ده مودرن قوي اللي محتوط على الكراسي ده احنا طبعاً انبساطنا جداً وإحنا واخدين الكوشنز فارشينها بقى وهياصنا بس الديزاينز بقى الأصيلة بتاعة السجاد الأنتيك يعني الشرقي بتاع زمان آه بتاعنا ده هل في قسم شغال على كده طبعاً كله يشتغل مودرن خلاص لا طبعاً هقول لحضرتك حاجة هو المودرن طبعاً ليه دلوقتي شعبية وبالذات السجاد بقى الملطش والسادة اللي هو الشاج والكلام ده كله لكن مازلنا بنبيع حوالي 40% من مبيعاتنا السجاد الشرقي بتاع زمان اللي بصرة سجاد الكحلي والسجاد النبيتي دي لسه لها سوق لكن طبعاً الابتكار الحقيقي بيبقى في الحاجات المختلفة وعشان احنا بنقضي وقت كتير جداً ومجهود كتير جداً على الابتكار عشان نبقى دايماً سابقين السوق أيوة فبالتالي لازم دايماً في الابتكار هتلاقي حاجة مختلفة فما بنبتكرش قوي في السجادة اللي بصرة لأنها متشافة يعني إيه اللي بصرة اللي فيها رسمة في النص أيوة اللي كان فيها القلب اللي في النص بتاع تسمعين اللي بتاعة السلونات اللي احنا واخدين عليها دي طب هل حضرتك اللي بتقولي دا دا اللي تقصودي هنا دا صنف جديد اسمه صنف الهيرتج طب تعالين قوم نتفرج تفضل دا صنف جديد صنف الهيرتج دا ابتكرناه قعدنا حوالي 3-4 شهر على ما طورناه دا خليط من الصوف والبوليستر والبوليبروكيل والفكرة هنا هو انه هو معموله حاجة اسمها سبيس داي سبيس داي يعني كل لون في السجادة في الحقيقة هو من 4 الى 5 درجات لونية يعني لون الاحمر اللي حضرتك شايفها دا دا مش احمر دا 4-5 درجات واللون الازرق هكذا زائد ان هي فيها فرانشا منه في قطن متنسلة وحتى السرفلة دي مش السرفلة الطبيعية اللي كنا بنشوفها في السجاد او اللي مثلا على السجادة اللي على الارض دي سرفلة يعني شبه اليدوي بنقرب قوي 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 دا أنجح صنف السنة دي الحمد لله بيتصدر لامريكا والاستراليا وبدأ برضو ينزل في معارض السجون السنة اسمه ايه بقى لما نروح اسمه هيريتج 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 وهو الفكرة انه هو دي نفس الحكاية نفس الحكاية وعملنا بقى صناعة مكملة زي ما بيسموها كده كومبليمنتري برودكتس خدديات مشايات بفات بحيث ان الانتيرير يبقى كله متكامل وبيكمل بعضه طبعا عايزة اقول لحضرتك سر ان دي برضو احيانا بنعرف ناخد منها البوائي ونعمل منها خدديات فدي بتساعد على الاستدامة اه طبعا طيب الاحجام بقى هل اختلفت عن الاول يعني انا عندي سجادة مثلا كبيرة اللي هو مفيش غير مكان واحد في البيت ياخدها هل دلوقتي الاعتياد على الاحجام اختلف هقول لحضرتك بلاد وبلاد امريكا البيوت كبيرة فالاحجام كبيرة جدا في اليابان البيوت صغيرة فبنبيع المقاسات صغيرة في مصر اكبر مقاس بنبيعه اللي هو مقاس المية خمسة وستين في امتين خمسة وثلاتين اللي هو نص دي او قطع واحدة من دي لكن الاحجام اختلفت اعتقد ان الاحجام اختلفت طبعا مع زيادة او صغر البيوت صغر البيوت وزيادة الاعداد مقاسات السجاد اعتقد ان هي بدأت تقل شوية طيب انا دلوقتي بقى يعني سنس ان انا قديمة شوية فانا عارفة يعني ايه حاجات كتيرة قوي عن الدور المجتمعي اللي كان بيعمله السيد فريد خميس واعتقد انه انت مكملة في هذا المدمار لانه كان فيه حاجات انا عرفتها مثلا ليتلي ما كنتش عارفة والناس ما تعرفش فعايز اتكلم معاكي في الحتة دي يعني حكاية انه هو مثلا قاعد سنين طويلة يتولى اول مية طالب في السنوية العامة كل سنة دراسيا ومصاريفيا ومش عارف ايه وكده احكيلي عن الدور المجتمعي ده الحقيقة والدي كان راجل خير جدا الله يرحمه واحنا مكملين عن نهج ده انا واختي واخويا ووالدتي مكملين احنا السنة دي ان شاء الله عشرين اربعة وعشرين الدفعة العشرين من الطلبة الاوائل اللي والدي ودلوقتي احنا بنرعاهم هاي بندخلهم جمعة اربع سنين لحد التخرج فده مشروع الحمد لله بنفتخر بيه كل سنة بنحضر كلنا كأسرة حفل التخرج بتعلمي الطالب الاوائل طيب العاشر من رمضان بقى كمنطقة العاشر من رمضان طبعا بيتنا واصلنا وبداية النسجون الشرقيون فاحنا في العاشر من رمضان بنقدم خدمة توصيل الطلبة الى جامعات مصر كلها اربع تلاف وتمنمية طالب بنوصلهم جامعاتهم عن طريق اوتوبيسات كل سنة والحقيقة يعني بقالنا حوالي سبعتاشر سنة بنعمل فيه ايضا في العاشر من رمضان مستشفى محمد فريد خميس ودي بتخدم منطقة العاشر من رمضان والشرقية فالحمد لله لا طبعا مكملين وده وعد ان شاء الله ان احنا نفضل مكملين ان شاء الله ده حاجة جميلة والله العظيم جدا احكيلي عن مستقبل السجاد كيف ترينه انا بعتقد ان مستقبل السجاد واعد بصفة عمام واعد اكتر في مصر واعد اكتر في البلاد اللي تكلفة الانتاج فيها اقل من بلجيكا من امريكا من الدول دي حضرتك هتقولي لي ليه هقولك اولا عشان تكلفة الانتاج ثانيا لان احنا ورانا حكومة بتدعمنا في كل خطوة الحقيقة من ناحية لينا سند لينا دعم على الصادرات لما بنصدر بناخد الدعم وبناخده كل سنة حاجات دي رغم ان في دول كتير بتديها لمصنعين بلادها لكن مصر ايضا برضو وقفة في ظهرنا ودي حاجة مهمة جدا وحاجة يعني انا فخورة بيها جدا اه طبعا ايه تاني مصر فيها عدد كبير جدا من الشباب بيتخرج كل سنة رجالة وجدعان وشغيلة دي ميزة مش موجودة في حتة كتير يعني في دول كتير في العالم دلوقتي البيانات بدأت تقل المانيا اليابان حتى تركيا دلوقتي فأنا شايفة صناعة السجاد أو صناعة المنسوجات بصفة عامة في مصر واحد اه طيب دلوقتي حضرتك قلتي لي احنا لينا اكتر من كام 65 محل معرض يعني لينا 260 محل داخل مصر طيب هل بتدو محلات اخرى غير لا تحمل اسم النسجون طبعا لينا الموزعين بتوعنا المعتمدين وتجار الجملة بتوعنا بالاضافة للفنادق اللي احنا بنفرشها كل فنادق مصر كلها مفروشة من النسجون الشرقي فلينا هنا هم 62 محل زائد طبعا سلسلة محلات زائد نحنا بنبيع لمحلات الموبيلية اه يعني حضرتك مثلا لو دخلتي ايكيا في سويدن هتلاقي منتجات مصر منتجات الناس سجون انا يعني اولا فرحانة قوي بالهدية بشكر حضرتك عليها جدا يعني انا بس حبيت اوريكي قد ايه انتاج المصريين جميز اه طبعا واضح باين بجد احنا يعني فخورين عارف اقولك ايه جميلة جمال فاحش يعني بنتمنى لكم دايما كل شيء عظيم وجميل لانه انتم صنعها غالية ومهمة غالية علينا يعني ومهمة وحاجة من الحاجات اللي بتخلي الواحد ظهره مسنود فعلا انه محدش يقدر عايزة اقولك في ظل اللي حاصل ده يجي اكل وشك مفيش الكلام ده لا معجناش الكلام ده الحمد لله رفعين راسنا ورفعين على مصر واحنا يعني اول واكبر براند مصري عالمي الحمد لله لولا انا الفخر الحقيقة بتمنى لك كل التوفيق اشكرك على شخصيتك وعلى وعيك وعلى ادارتك الحكيمة جدا شكرا وستسلامي للوالدة واخواتك وبتمنى لك كل التوفيق يا رب وتشكري أول شكرا شكرا لحضرتك ساعات شكرا شكرا